هذا أحد المشاهد التي يتم تصويرها في غزة عن فيلم يتحدث عن عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعة شاليط الذي اختطفته فصائل فلسطينية من دبابته وأخفته في غزة لخمس سنوات الدور أسند لشاب فلسطيني والسبب هو الشبه بينه وبين شاليط منحس فاولية بزعل بس لما لقيت الكل ماشي فخطة الأمور عادية لازم أبين أنه جند مكسور والجند لما كان مكسور حتى أطلع من المقامة أطلع من الدبابة كان جبان هنا يعكف مخرج الفيلم على تركيب مشاهده التي تزيد عن 250 مشهدا فالعمل يجري على قدم وساق لإنجاز الفيلم الذي تموله حكومة حماس وذلك قبل حلول الذكرى الثامنة لاختطاف الجندي الإسرائيلي في حزيران يونيو المقبل الفيلم طبعا اسمه الوحم المتبدد ومكون ثلاث أجزاء نحن الآن بصدق أنه هو إنتاج وإنجاز الجزء الأول اللي هو فقدان الجندي شاليط ومدة الفيلم تسعين دقيقة الفيلم يجري تصويره في ظروف غاية في التعقيد انفجارات واشتباكات حية قد تعرض طاقم العمل لخطر استهدافهم من قبل الطائرات الإسرائيلية فكثير من مشاهد الفيلم جرى تصويرها في مواقع عسكرية تابعة بحماس وفي نفق تحت الأرض يشبه ذلك الذي استخدم في عملية الخطف خاطف شاليط اضطروا لحفر نفق مشابه لهذا النفق يمتد لأكثر من 500 متر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل الممثلون المشاركون في هذا العمل أيضا اضطروا للتدريب لساعات طويلة بل ولأيام طويلة على كيفية السير والزحف في هذا النفق كي يتعودوا على العمل في ظروف مشابهة لهذه الظروف المعلومات اللي حصلت عليها من كامل الفصائل أو حتى كمان من بعض التقارير والأفلام الوثقية اللي عملها جيش الاحتلال وقنواتهم التلفزيونية طبعا هذه يعني بتشكل مادة مهمة جدا للفيلم طبعا هذا بده تدريبات وبده إعداد يعني مش سهل أنه أنت تيجي تزحف لوه 100 متر أو 200 متر على أساس أنه أنت أو 500 متر على أساس أنه أنت تزبط مشهد وخاصة يعني لما يكون معاك اللي هو طاقم اللي مش حافظ أو اللي مش مجهز نفسه للدور طبعا هذا لسه بدنا نرجع المخرج طبعا بده يعيده مرة ولقطة ولقطين وعشرة الفيلم يتطرق أيضا إلى قصة المسلحين السبع الذين قاموا بعملية الخطف كما يسعى صانعو الفيلم إلى تسليط الضوء على قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ويقول مخرج الفيلم أنه سيكشف من خلاله عن معلومات جديدة تتعلق بفترة احتجاز شاليط في غزة لأكثر من خمس سنوات شهدي الكاشف بي بي سي قطاع غزة